وللمزيد تنضم إلينا في الستوديو الدكتورة يوليا جوجة مديرة برنامج البحر الأسوأ في معهد الشرق الأوسط أهلا بك دكتور يوليا على هواء الحرى يعني بداية سريعة وفي هذه الفترة تحديدة هناك صعود لأحزاب يمينية أوروبية إلى السلطة. ربما احتف مآلية أيضا لتغيرات مشابهة هنا في الولايات المتحدة. هل توجد مخاوف من تراجع لبعض الدول عن المشاركة الفاعلة في حلف نيتو أو حتى الانسحاب من الحلف؟ في الواقع هذه قمة مهمة بالنسبة للناتو الذكرى الخامسة والسبعين وهي مختلفة أو تحديات مختلفة عن التحديات قبل سنوات طويلة. أولا الأمين العام قال أن هدف الناتو هو إبعاد الروس والإبقاء على الأمريكيين والألمان في وضع يتم التحكم فيه. هذه التحديات الثلاثة أيضا جعل الأوروبيين ينخرطون في المسائل الخاصة بالدفاع. المسألة لا تقتصر على التحديات الكثيرة أمام أوروبا والتحالف عبر الأطلسي. هذا التحالف يواجه تحديات ليس فقط روسيا. وإنما أيضا هناك التعاون مع الصين وإيران. وأيضا الأمر يتعلق بالبعد السياسي. لأن هذا قد يكون آخر قمة للرئيس الأمريكي ومستقبل التحالف. وكذلك الحرب في أوكرانيا. وهي الأولوية الأولى بالنسبة للتحالف هذا العام. أنت ذكرت نقاط عديدة. سأبدأ من النقطة الأولى. وهي مسألة ربما العلاقات مع الأوروبيين. مسألة الإنفاق الدفاعي تحديدا. ربما كانت من النقاط التي تحتاج إلى تسوية. كيف تتبع عملية تسوية مسألة الإنفاق الدفاعي؟ ونصيب كل دولة في المشاركة المالية في نفقات الحلف. مع الأخذ في الاعتبار أيضا بوضع دول الناتو الاقتصادي. عند الحديث عن المشاركة المالية في حلف الناتو. الإنفاق كان موضوعا. وعندما ننظر تاريخيا على القمم. في الواقع منذ بداية القمم في الخمسينيات والستينيات. الأمريكيون خاصة الجمهوريون كانوا يصرون على أن ينفق الأوروبيون أو على أنهم ينفقون أوقات أكثر مما ينبغي في المقاهي. ولا ينفقون وقت في الدفاع عن أنفسهم. الآن الأوروبيون يعملون على تحويل اقتصادياتهم لاقتصاديات حرب. وأوكرانيا توقف التقدم الروسي في غرب أوروبا. ولكن من ناحية أخرى هناك اختلاف بين الدول الأوروبية بشكل عام. عندما ننظر على الناتو ننظر أو نرى مقياس كما فعل الرئيس ترامب مثلا. والذي كان يطالب بـ 2% أو أكثر من الناتج القوم العام الأوروبي يخصص للدفاع. ثم هناك أيضا شرق ووسط أوروبا في المقدمة. وهناك تصور هم لا يمانعون الإنفاق وأحيانا ينفقون أكثر في غرب أوروبا. هناك الأمين العام الجديد من وزير خارجية هولندا السابق. وفي هولندا وبلجيكا وأسبانيا. هذه الدول لا تزال متأخرة عن 2%. في السنوات والأشهر القادمة سيكون هناك تحدي للتحالف لإقناع الجميع بالانخراط بحيث لا يدفع الأمريكيون. أنت ذكرت الحديث عن تحويل أوروبا لاقتصاداتها للاقترب أكثر من اقتصادات الحرب. وذكرت أوكرانيا. دعينا نجمعهم فيه ربما نقطة واحدة جلب من اجتماعات الحلف سيخصص لأوكرانيا. ما هي خطة الحلف لتوفير ربما دعم مستدام لها لمواجهة روسيا؟ ولسيما مع إمكانية ربط دعم أوكرانيا بدعم الصناعات الدفاعية في دول الحلف. نعم. هذه واحدة من أكبر التحديات الحالية. التحديات قصيرة الأمد والمتوسطة. هناك دول ليست لديها القدرة على إنتاج الذخائر والأسلحة. وتعتمد على الحلفاء ليس فقط في الانفاق. وإنما في إرسالها إلى أوكرانيا. واحدة من أهم الأشياء على الأجندة اليوم والأيام القادمة ستكون أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا. وهذا يظهر الحاحية الموقف لأنه في الليلة الماضية روسيا قصفت أكبر مستشفى في أوكرانيا. مستشفى للأطفال. وهذه كارثة إنسانية. أيضا هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا. أي الغزو الروسي. وأيضا لدول التحالف. الذين يجب أن يوقفوا التقدم الروسي. ومنعها من تدمير جزء كبير. هذه نقطة تحديدا. هل لدى الحلف خطة واضحة لترجيح كفة أوكرانيا في الحرب ربما بسرعة أكبر؟ لسوء الحظ لا. إدارة بايدن كانت مصرة على جعل القمة احتفالا. بدلا من وضع أشياء صعبة في الأجندة. إذن نحن ننظر على عام 2008 عندما التحالف وعد أوكرانيا وجورجيا بالعضوية. ولكن هذا من غير المحتمل أن يكون في أجندة هذه القمة. الأمريكيون والحلفاء وعدوا بحزم مساعدات مهمة والتزام بمساعدات لأوكرانيا. ولكن بعد الحرب سنتين ونصف لا توجد نهاية ولا توجد استراتيجية من الناتو أو الولايات المتحدة بشأن كيفية دعم أوكرانيا للفوز. طيب يعني ليسنا بمعزل بالطبع عن تطورات في العالم برمته. إلى أي مدى نجحت التوترات في منطقة الشرق الأوسط في فرد نفسها أو في إيجاد مكان في قمة الناتو هذه بواشنطن؟ لا سيما مع الحضور العربي الإسرائيلي في القمة الذي ربما يمنح المجال المناقشة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. والتوتر أيضا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. لعدة أشهر قبل القمة كنا نحاول التخطيط لأجندة القمة. طبعا البعد الجنوبي كما نسميه في الناتو وضع على الأجندة. وهذا مثير الاهتمام في شرق أوروبا وأوكرانيا وفي جورجيا. الناتو يحظى بشعبية كبيرة. والدول والناس يريدون الانضمام إلى الناتو. في الجنوب في الشرق الأوسط المسألة معكوسة. هذا مفهوم لأن الأولوية للناس في الشرق الأوسط هي الحرب في غزة وليس في أوكرانيا. لأسباب مفهومة. والتحالف أصدر استراتيجية جنوبية وهي استراتيجية طموحة. وأيضا تستلهم من حقيقة أنه في الشرق الأوسط الناتو لا ينظر إليه بإيجابية. دكتور يوليا. قضية التصدي للنفوذ الصيني تحديدا هي قضية خلافية داخل الناتو. بسبب عدم اقتناع بعض دول الحلف بأن هذا من اختصصاته كفرنسا. على سبيل المثال. فيما ترى واشنطن ضرورة للتصدي لنفوذ الصين المتصاعد بكل السبول. هل من توفقات يمكن أن يتم التوصل إليها خلال هذه القمة؟ نعم. هذا مثير الاهتمام. لأن الصين في السنوات الأخيرة منذ الحرب في أوكرانيا حاولت أن تصور نفسها كقوة وساطة. والناتو لم يصدق. أو الناتو هو الشريك التجاري الأول للصين. أيضا رأينا تصريحات خاصة تصريحات من الوزير بلينكين. والذي حاجج وقال أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية. فالصين هي الداعمة الأولى للحرب الروسية. وفي آخر 24 ساعة رأينا الصين تعلن عما يسمى بمهمة مكافحة الإرهاب في روسيا البيضاء حتى حدود بولندا. ومحتمل أن يشمل هذا مهاجرين من الشرق الأوسط الذين دفعوا إلى الحدود. وهذا يعرفنا أن حلفاء الناتو ودول شرق ربا يواجهون تحديات متزايدة على شكل تعاون بين روسيا والصين. أيضا هناك زيادة في الدعم لإيران أو دعم إيراني. ودول الناتو يجب أن تتفق على زيادة التعرفة. ولكن هذا لن يحدث هذا الأسبوع. أخيرا لا أستطيع أن أغفل لدى الطلاع على برنامج هذه القمة. طلعت على عدد من الندوات كانت تتحدث أو كانت تطلع بدور المرأة. كيف يمكن لهذه القمة أن تدعم دور المرأة في حلف الناتو؟ خاصة أن أكثر من فعليا ستتطرق إلى هذا الأمر؟ كنا نأمل أن يكون هناك أمين عام جديد من شرق أوروبا. السفير الناتو لدى الأول المتحدة كان يحاول في السنوات الأخيرة أن يدفع النساء إلى الخطوط الأمامية في الناتو. هناك المزيد من العمل. نأمل أن نرى تمثيل نساء أكثر في الناتو في السنوات القادمة. دكتورة يوليا جوجا مديرات برنامج البحر الأسوتي معهد الشرق الأوسط. كنت معنا على هواء الحرة. شكرا لك. شكرا لإستضافة.